المساء الخير الفراغ في عيد لكن الأعياد لم تحجب المواقف الحكومية الخالصة أبرزها للنائب السلامين الفرنجي والشيخ نعيم قاسم وإذا كان المرد وحزب الله قد سارا صعودا في المواقف فأن الرئيس نبيه بره ترك الأبواب مفتوحة للنقاش وأقفل نافذتها الرئاسية حتى الخامس والعشرين من آذار المقبل لكنه بالتوصيف الحكومي والمقترحات الواردة قال إننا من تحت الدلف لتحت المزراب وكان خليلا بره وحزب الله قد دلفا إلى دارة المصيطبة وأبلغا الرئيس المكلف تمام سلام رفضهما لأي صيغة حكومية لا تحمل عنوانا توافقيا فيما ذهب نائب الأمين العام للحزب أبعد من ذلك فوضع تلك الصيغ في دائرة الخطر والتعقيدات أما النائب سليمان الفرنجي فقد حذر من المجهول حكوميا وفي الموضوع الرئاسي أعلن الفرنجي أنه والعماد عون مرشحات ثامن من آذار لكنه يؤيد ترشيح عون ولا مشكلة لديه في هذا الأمر وعلى ضفة بكركي فإن الفراغ في سدة الرئاسة إهانة للوطن إذ سأل البطريارك الراعي اليوم لماذا ينتخب رئيس مجلس النواب فور انتخاب النواب ويسمى رئيس حكومة جديد فور استقالة الحكومة في وقت يجري فيه الحديث عن فراغ في رئاسة الجمهورية سؤال استبقى بمحضر جلب للنواب في جلسة الانتخاب عندما رأى الراعي أن الحضور إلزامي وبنداء الإرشاد النيابي الرسولي يكون راعي الكنيسة في لبنان سائرا على منهج رعوي سياسي مشابه اتبعه بابا روما عندما استطاع من خلال رفع صوت الله أن يوقف حربا على سوريا كانت قد استنفدت خطتها وعلى وشك التنفيذ وبنداء كنسي أطلقه الفاتيكان كانت مئات الكنائس على امتداد أمريكا وأوروبا تنخرط في معركة السلام وما عاد عضو واحد في البنتاجون أو الكونغرس يجرؤ على مخالفة تعاليم الله ويقدم على معصية الكنيسة فهل يسمع اليوم نداء الكنيسة اللبنانية؟ وهل يلتزم النواب المسيحيون الإرشاد الكنسي؟ وهل يجرؤون على التغيب عن جلسة بحجم الفراغ في سدة الرئاسة؟ فإذا فعلوا وعصوا عن المشاركة والحضور فما على رأس الكنيسة سوى معاملتهم بموجب الحرمان الكنسي وحفز ناخبيهم على إقامة الحجة وإنزال الحرم على انتخابهم وهذا أقل الإيمان